الدكتور محمد إبراهيم الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والعقم بمركز دار الطب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ماذا في حدوث تكيوس مبيض للبنت بنت خليتها كان عندها تكيوس مبيض وعندها أولاد عديدة كيف ترى رد فعل البيتين رد فعل البيتين ده لازم نحتلمه جدا وطريقة التفكير لازم تكون توضع في الاعتبار لأنه الموضوع اللي احنا بتكلم عنه النهاردة موضوع شائك لا يكاد يخلو بيت مصري أو في الوطن العربي بصفة عامة من أنه أحد أفراده يكون عنده تكيوس على المبيضين كان محرك مظبوط جدا جدا وكلا البيتين يعني عندهم حق في اللي هم بيعتقدوه لأن انت النهاردة لما نيجي نمشي دوقتي مع المرض ونتعرف على طبيعته هتلاقي أنه ده حاجة غريبة جدا يعني في بعض وحتى بندرسه في كل الطب مرة يقول لك إيه ده أوريان ديس أوردر ومرة يقول لك ده سندروم ده متلازمة ومرة يقول لك ده طبيعة للمبيض فهو الناس كلها مختلفة على المرض نفسه فتخيل العلماء نفسهم مختلفين على هذا المرض تب تخيل احنا الناس العادية هتفكر فيه إزاي خطورة هذا الموضوع يعني عايز أقول لك أن احنا من سنة 1935 والموضوع تطرح يعني أنت كان في 88 سنة محدش عارف أسباب هذا المرض حتى زي اللحظة وعشان كده بيجي اللابس في الموضوع هو إيه الصح وإيه الخطأ إيه أعراضه إيه العلامات اللي أنا المفروض أحس بيها عشان أقول إنه هذا المرض طيب هو المرض ده خطير للدرجة دي آه المرض ده مهم جدا أنا بسميه طبيعة للمبيضة دكتور أيمان يعني مش عايز أقول كلمة مرض لأنه الست بتتولد بيه البنت بتتولد بيه بس هو ممكن يكتشف وقت البلوغ وعشان كده في بعض الناس أما يحصل بلوغ للبنت اللي عندهم بعض البيوت زي ما حالك قلت المرض ده بيصاحبه مثلا زهور شعر فيه أماكن غير مرغوفية مش معتاد وجودها للبنت ممكن يصاحبه زيادة في الوزن ممكن يصاحبه لغبطة في الدورة الشهرية وبالتالي أي ست النهار ده ما تلاقي بنتها على الأعراض دي كلها هتقلق وتصاب بالهلع لأنها بتقول زميلتها في المدرسة بيعندها انتظام في الدورة الشهرية طبيعة الشعر اللي بتظهر ديها مش مريحها بالنسبة لبنتها فطبيعي جدا انه بنتها تصاب بالهلع وبعض البيوت بيبقى عندهم تكاسع المبيدين والأعراض بتمر خفيفة فعشان كده ممكن بيتعاملوا مع الأمور بسطحية ده المقدمة بترحيك فكل الأمرين صحيح عند كل البيوت طب أهمية الموضوع جاء من ايه؟ احنا احنا عايزين نقول انه تقريبا من 25% من البشر عندهم تكاسع المبيدين يعني تخيل تقريبا خمس السكان اللي موجودين على وجه الأرض ممكن تلاقي عندهم تكاسع المبيدين يعني كل خمس السادات ممكن على الأقل تلاقي واحدة عندها تكاسع المبيدين تخيل انه مسؤول عن 30% من حالات تأخر الحمل والنقطة دي مهمة جدا لازم نبرزها في بداية الكلام ليس مسؤول عن كل تأخر الحمل يعني في بعض السادات من الممكن ان تعاني من أصار تكاسع المبيدين ويكون معندهاش تأخر حمل في بعض السادات كتير جدا ممكن يحصلهم حمل طبيعي في وجه التكاسع المبيدين هذا المرض مسؤول تقريبا عن 80% لو أنا جبت ستات النهاردة عندها تكاسع المبيدين والستات دي تحتبان بالإجه lost 80% من حالات الإجهاض المتكرر هتلاقي عندها تكاسع المبيدين وده حاجة مهمة جدا لابد أن توضع في الاعتبار وإحنا ما نتحدث عن الإجهاض المتكرر 30% من الناس اللي عندهم مشاكل في الدورة الشهرية سواء انعدام تم في الدورة الشهرية او قلة في نزول دم الدور او لغبطة في الدورة الشهرية هتلاقي عندهم تكاسع المبيدين تقريبا يعني الموضوع من أهميته أنه بيشغل بال كثير جدا من الستات اللي بتفرج عنها النهاردة فعشان كده إحنا حطينه يعني أفردنا له كذا حلقة في هذا الوقت يعني لأنه زي ما قلت الحراكة والموضوع لا يقتصر على الستات المتزوكة وعلاقة تكاوس وما بدين بتأخر حمل ولكن لا هو بنت النهاردة اللي هي عندها 18 سنة أو 16 سنة ويبتصل إلى سن البلو وعندها رغبطة في الدورة الشهرية تستشير مين؟ يعني دي صورة مهمة جدا اللي احنا شايفنا ده من ضمن الحاجات اللي احنا بنشخص بها تكاوس المبيضين ده المبيض اللي قدامنا هتلاقي دكتور أيمان فيه كرات سودة كده على أطراف المبيض ده اللي احنا بنشوفها بالصنوار بنقول اسمه تكاوس المبيضين وهتلاقي كده اللي هي الحتة اللي في النص دي اللي سترومة بتاعة الأوفري أو بتاعة المبيض تلاقي داكنة شوي أو غامقة شوي ده الصورة اللي احنا بنشوفها في تكاوس المبيضين عشان كده يمكن تكاوس المبدين أما بنيجي نشخصه يعني في بعض الناس حتى القشري ساعة 2004 وأبديتت على 2010 وهكذا بتقول إن إحنا لازم نجد على الأقل علامتين عشان نقدر نشخص من أصل ثلاثة في تكاوس المبدين أحد هذه العلامات مميزة جدا على الفكرة في السونار مجرد ما بتضع هذا السونار وعلى الفكرة حتى تقولها تبدأ سونار مهبالي ممكن نعمله عن طريق البطن ونكتشف حتى لو هي أنيسة ممكن نعملها السونار عن طريق البطن ونشوف الصورة دي صورة مميزة جدا 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 وبتساعدنا كتير جدا على تشخيص تكاوس المبدين برضو ممكن في بعض السيدات بتعاني من عدم الطبويت يعني التكاوس المبدين ده بيصاحبوا حاجة اسمها يعني مستوى الأندرجين عالي هرمون الزكورة يكون عالي في الستة دي وده بيبان إن وجود شعر منتصف الجسد بيطلع مثلا في الشنب في الدقن في الميد لاين فهي أماكن مش متعرفة علىها بالنسبة للبنت طبعا فطبعا ده حاجة مزاجعة جدا لأي بنت فبالإضافة إلى أنه الطبويت عندها مش منتظم دورة مش منتظمة طبويت غير منتظم وبالتالي لغبطة في الهرمونات ده نفسيا كمان بيرتد بصورة سيئة جدا على الأسرة كلها والبنت أحد أفراد هذه الأسرة طب خطورة الموضوع برضو طب عدم انتظام الدورة ده دكتور أيمن لازم النهاردة بيبقى فيه ارتفاع في هرمون الاستروجين وخاصة الاستردول رقم واحد لأنه احنا عندنا واحد واثنين وتاتة واربعة طب أما بيعلى ده بيأسر على بطنط الرحم فبتبدأ تدخن بطنط الرحم من رحمة ربنا في الدورة الشهرية المنتظمة أول 14 يوم بيبقى عبارة عن استروجين والا 14 يوم التانين بيبقى عبارة عن هرمون البروجستيرون فتأثير هرمون البروجستيرون ده بيعادل هرمون الاستروجين وبالتالي بيحصل توازن في الدورة الشهرية وبيحصل نزول الدورة الشهرية دون تأثير يسكر على بطنط الرحم في الناس اللي عندهم تكاسع المبادين بنخاف جدا من عدم انتظام الدورة لأنه مستوى الاستروجين ده بيبقى عالي جدا وبعد كده ليه دلات مش ظريفة عندنا في الطب مش عايزين نذكر بس ايه الدلالة عشان الناس بس متقدش ولكن لابد أن توضع في الاعتبار وعشان كده أهمية الموضوع مطروحة أن احنا هذه السيدات لابد أن توضع تحت انتظام الدورة الشهرية تيجي تقولك حصلها دي بنت بقى وما تتجوز بأن دولها على الدورة الشهرية لا أنا بنصح أي سيدة النهاردة دورتك مش منتظمة تم تشخيصك أن انت عندك تكاسع المبادين لازم من انتظام الدورة الشهرية بأي وسيلة علشان نقلل يا دكتور أيمن تأثير مستوى الاستروجين على الطنط الرحم علشان في المستقبل هذه السيدة تكون أقل عرضة لإصابة بسرطنات بطنط الرحم حتى كده برضو همية الموضوع أنه الموضوع ده مرتبط بالسمنة يعني معظم السيدات ممكن يكون بيصاحبوا أنه الإنسولين ما بيكسرش حاجة اسمه هايبر إنسولين ارتفاع هرمون الإنسولين لأنه يعني المقاومة بتاع الإنسولين في الجسم زيدة جدا وبالتالي الإنسولين ما بيعرفش يكسر الجلوكوز فمستوى الجلوكوز بيبدأ يعلى قوي فالستات دول أقصر عرضة لإصابة بمرض السكر فبيبدأ الجلوكوز بيتخزن في الدهون وحيث زي كده فبتدأ الست تدخل في وزن الزيادة جدا الوزن الزيادة تدخله في مرض سكر ده رقم واحد رقم اثنين فيه موضوع همي جدا إنه كمان مرتبط بزيادة الدهون السلسية فبيدخل على مشاكل في القلب ويدخل على مشاكل في الشرايين يبقى أنت النهاردة بتتكلم على مرض أنت معتقد أنه خاص بأمراض النساء ولكن تفرعت من هذا المرض إلى حاجات خاصة بقى فيه في القلب والشرايين والسكر وأمراض البطنة وهنا ده يعني اللي أنا قلت الحالة كفة بداية حالة إنه الموضوع خطير جدا جدا ولكن هو بسيط لو إحنا تعملنا معاه من البداية بجدية والتزام يعني على قد ما هي خطر وموضوع فعلا التبعات بتاعته لو زي أي حاجة دكتور أيمان أي مرض النهاردة لو أنت ما تتبعتش الخطوات بتاعته وشفت أسبابه والعلاج بتاعه وما بدأتش بمنتهى الصرع في إيجاد حلول لهذا المرض على طول هيبتد بصورة سيئة جدا وصورة سلبية على الست بصفة عامة في المستعمل الموازنة المهمة جدا بين فوائد وأضرار الأشياء هي لب وحكمة الطب الأصلية ضيف العزيز القيمة العلمية الهمة لأستاذ دكتور محمد إبراهيم سالم استشاري الحق للمجال وأطفال لأنبيب وتأخروا إن جاء بمراكز دار الطب نورتك نورتك وعمده عندك نورتك أليك دائم ومعنى سيئة ترجمة نانسي قنقر